بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأوسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أيها الإخوة الكرام في لقاء جديد ودرس جديد من دروس مقرر علوم القرآن وسوف نتناول في هذا اللقاء إن شاء الله بقية المسائل المتعلقة بسور القرآن الكريم حيث كان الحديث في اللقاء السابق عن السور وتناولنا تعريف السورة ثم عدد سور القرآن الكريم ثم فوائد معرفة السور وأسماء سور القرآن الكريم بقية مسألة تتعلق بالسور قبل أن نتناول المسألة الكبيرة وهي ترتيب سور القرآن الكريم أقسام السور أقسام سور القرآن الكريم ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقسيم القرآن الكريم إلى أربعة أقسام في كتاب مباحث في علوم القرآن قال الشيخ مناع القطان رحمه الله صور القرآن أقسام أربعة الطوال والمئين والمثاني والمفصل هذه أربعة أقسام الطوال والمئين جمع مئة والمثاني والمفصل ثم قال المؤلف ونوجز أرجح الأراء فيها فأطوال سبع وتسمى السبع أطوال وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعرف هذه ست سور ثم السابعة اختلفوا فيها فقيل هي الأنفال وبراءة ولذلك لم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم وقيل سورة يونس والأقرب والله أعلم هو الأول أنها الأنفال وبراءة فتكون كسورة واحدة وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف ومن باب التنبيه هنا فقد يكون ممن يسمع طالب علم حريص على البحث أن هذه المسألة إلى الآن لم أجد فيها يعني فصلا في النزاع وهي الخلاف في السابعة هل هي الأنفال وبراءة أم غيرها من السور لا خلاف في الست الأولى وأنها البقرة وآل عمران والنساء البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف السابعة لو قيل بأن الأنفال وحدة لكانت قصيرة وبعدها أطول منها فقالوا إنها الأنفال وبراءة ولذلك لم يكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وقيل تتجاوز السورتين وقال بأنها سورة يونس لكن يعني يبقى في هذا إشكال هذا القسم الأول القسم الثاني المئون المئون وهي التي تزيد آياته على مئة أو تقاربها ثم المثاني وهي التي تليها في عدد الآيات سميت بذلك لأنها تثنى في القراءة وتكرر أكثر من الطوال والمئين والمفصل هو بقية سور القرآن واختلف في أوله فقيل بأن أوله سورة قاف وقيل أوله سورة الحجرات وقيل غير ذلك والأقوى والأرجح والله أعلم أنه سورة قاف وهذا مرجحه الشيخ الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في أول تفسيره لسورة قاف حيث ذكر بأن الأرجح والذي تدل عليه الأثار والأحاديث بأن أول المفصل هو سورة قاف والمفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسم طوال المفصل وأوساطه وقصاره فطواله من قاف أو الحجرات على الخلاف من قاف إلى عم أو البروج على قول وأوساطه من عم أو البروج إلى الضحى وقيل إلى لم يكن وقصاره من الضحى إلى آخره أو من لم يكن إلى آخر القرآن التي هي سورة البينة وسمي المفصل بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة يعني السور كثير الفصل بينها هناك مسألة قد يقال ما مستند ما مستند هذا هذه التسامي أو الأقسام استندوا في ذلك إلى حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صحاحه بعض أهل العلم وهو ما رواه واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت السبع الطول مكان التورة وأعطيت المئين مكان الإنجيل وأعطيت المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل وفضلت بالمفصل ورد هذا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ننتقل الآن إلى آخر مسألة من مسائل السور وهي أهم المسائل وهي ترتيب السور يعني ما حكم أو ما الموقف من ترتيب السور في القرآن الفاتحة البقراء هل هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وبأمر منه أو هو باجتهاد الصحابة أورد المؤلف هذه المسألة وقال اختلف العلماء في ترتيب السور فقيل إنه توقيفي تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه فكان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتب السور كما كان مرتب الآيات على هذا الترتيب الذي لدينا اليوم قال وهو ترتيب مصحف عثمان الذي لم يتنازع أحد من الصحابة فيه مما يدل على عدم المخالفة والإجماع عليه ثم ذكر الأدلة على هذا يؤيد هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بعض السور مرتبة في صلاته وذكر حديث في ذلك روى ابن أبي شيبة أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصلة في ركعة وروى البخاري عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطاها والأنبياء إنهن من العتاق الأول يعني مما نزل في أول الأمر وهن من تلادي أي من قديم حفظي فذكرها مرتبة حسب الترتيب الموجود في المصحف الآن قال وروي من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال قال سمعت ربيعة يسأل لما قدمت البقرة وآله عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة مكية وإنما أنزلتها بالمدينة فقال قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه به ثم قال فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه وقال ابن الحصار ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ضع آية كذا في موضع كذا وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف هذا القول الأول أنه بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام وهو قول الجمهور وهو قول الجمهور العلماء القول الثاني أن ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة والدليل على ذلك اختلاف مصاحبهم في ترتيب السور فمصحف علي كان مرتبا على النزول وأوله إقرأ ثم المدثر ثم نون والقلم ثم المزمل وهكذا إلى آخر المكي والمدني وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النساء ثم آل عمران وأول مصحف أبي الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران وقد روى ابن عباس قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني الأنفال من المثاني لأنها ليست بمئة أقل من المئين وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور دوات العدد فكان إذا أنزل عليه شيء دع بعض من يكتب فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتوها في السبع الطوال هذا يدل على ما ذكر سابقا بأن الأنفال والتوبة يعني من السبع الطوال أو هي السابعة السبع الطوال طبعا هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم بعضهم ضعفوا وبعضهم حسنة لكنه مهم على كل حال إذا ثبت فأنه يأخذ منه مسائل متعددة في علوم القرآن وما يتعلق بعلوم السور هذا القول الثاني طبعا فيه ملمح إلى أن عثمان اشتهت فجعل براءة بعد الأنفال ولم يجعل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم هناك قول ثالث جمع بين القولين وهو أن بعض الصور ترتيبه توقيفي وبعضها باجتهاد الصحابة للجبع بين الأدلة لأنه ورد في أحاديث صريحة الترتيب وهناك صور لم يريد فيها الترتيب على كل حال هذه خلاصة المسألة قال المؤلف وقال ابن حجر ترتيب بعض الصور على بعضها أو معظمها لا يمتنع يكون توقفيا واستدل على ذلك بحديث حذيفة الثقفي حيث جاء فيه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طلأ علي حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا كيف تحزبون القرآن قالوا نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور ويحد عشرة وثلاثة عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من قاف حتى نختم قال ابن حجر فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عده قال المؤلف بعد ذلك بعد أن حكى الأقوال الثلاثة وذكرها وإذا ناقشنا هذه الأراء الثلاثة يتبين لنا أن الرأي الثاني الذي يرى أن ترتيب السور باجتهاد الصحابة لم يستند إلى دليل يعتمد عليه فاجتهاد بعض الصحابة في ترتيب مصاحفهم الخاصة كان اختيارا منهم قبل أن يجمع القرآن جمعا مرتبا فلما جمع في عادي عثمان بترتيب الآيات والصور على حرف واحد واجتمعت الأمة على ذلك تركوا مصاحفهم ولو كان الترتيب اجتهادية لتمسكوا بها وحديث سورتين الأنفال والتوبة الذي روي عن ابن عباس يدور إسناده في كل روايات على يزيد الفارسي الذي يذكره البخاري في الضعفاء وفيه تشكيق في إثبات البسملة في أوائل السور كان عثمان كان يثبيتها برأيه وينفيها برأيه ولذا قال فيه الشيخ أحمد شاكر في تعليقي على مسند الإمام أحمد إنه حديث لا أصر له وغايته ما فيه أنه يدل على عدم الترتيب بين هاتين السورتين فقط طبعا هناك من السدرك وأثبت الحديث فالمسألة فيها خلاف وهذا الحديث وحديث حديثه السابق هذا من الأحديث التي تحتاج إلى بحث لأنه يبنى عليها أحكام في علوم القرآن وفي الفقه أيضا ثم قالوا أما الرأي الثالث الذي يرى أن بعض الصور ترتيبها توقيفي وبعضها ترتيبه اجتهادي فإن أدلته ترتكز على ذكر النصوص الدالة على ما هو توقيفي أما القسم الاجتهادي فإنه لا يستند إلى دليل يدل على أن ترتيبه اجتهادي إذ إن ثبوت التوقيف بأدلته لا يعني أن ما سواه اجتهادي مع أنه قليل جدا ثم قال المؤلف وهذا هو الراجح وعليه جمهور العلماء وبهذا يترجح أن ترتيب السور توقيفي كترتيب الآيات هذا الذي عليه العمل ولذلك لا تجوز مخالفته واستقر عليه الإجماع فلا يجوز مخالفة ترتيب القرآن أي في ترتيب القرآن وتأليفه لكن في القراءة والتلاوة لا مانع في التعليم لا مانع أن تقدم سورة على سورة في الصلاة وغيرها لكن ككتابة مصحف لا يجوز أن تقدم سورة على سورة أخرى قبلها حسب الترتيب المجمع عليه قال أبو بكر بن الأنباري أنزل الله القرآن كله إلى السماء الدنيا ثم فرقه في بضع وعشرين فكانت السورة يعني نزل بعد ذلك من الله في بضع وعشرين سنة فكانت السورة تنزل لأمر يحدث والآية جوابا لمستخبر ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن قدم سورة وأخرها فقد أفسد نظم القرآن وقال الكرماني في البرهان ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب وعليه كان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه وعرضه عليه في السنة التي توفيها مرتين وكان آخر الآيات نزولا وكان آخر الآيات نزولا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين ومال السيوطي إلى ما ذهب إليه البيهقي قال كان القرآن على أهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا صوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراء أهل حديث عثمان يعني هذه لا يجزم فيها لكن الراجح والله أعلم هو ما ذكره المؤلف وهو الذي عليه جمهور العلماء وهو الذي ينبغي التعويل عليه أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وبهذا نكون قد انتهينا من موضوع سور القرآن عرفنا بالسور وذكرنا عدد السور ثم فوائد التسوير تسوير القرآن وجعله سورا ثم أسماء سور القرآن ثم أقسام سور القرآن ثم ترتيب سور القرآن الكريم هذا ما تيسر ذكره والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين